مرحبا بكم أصدقائي في قناة أمال الرياضيات حصة اليوم سنخصصها لإنجاز تمارين صفحة 18 من كتابي المفيد في الرياضيات لمستوى الرابع ابتدائي على بركة الله نفذة إذن التمر الرابع يقول أحيط الكتاب بالأرقام التي تناسب كل كتابة بالحروف إذن بالنسبة للعدد الأول 909,099 إذن بالنسبة للفصل آلاف لدينا 909 وبالنسبة للفصل الوحدات البسيطة لدينا 990 إذن سنبحث عن هذا العدد في الكتابة الرقمية إذن بالنسبة لدينا عددين هنا 909,000 وهنا 909,000 الآن سنقارن أو سنرى فصل وحدات البسيطة إذن 990 بالنسبة للعدد الأول لدينا في فصل وحدات 90 وبالنسبة للعدد الثاني 99 إذن فالعدد المطلوب هو 909,000 بالنسبة للعدد الثاني لدينا 550 ألفا إذن فصل الآلاف هو 550 وفصل وحدات البسيطة هو 505 إذن سنبحث في فصل آلاف عن 550 إذن لاحظوا هنا لدينا هذا العدد وهذا العدد إذن نرى الآن فصل وحدات البسيطة 505 إذن هنا لدينا 50 وهنا لدينا 505 إذن العدد الذي سنحطه هو العدد هو العدد الثالث إذن 550,000 وخمسمائة وخمسة نمر أصدقائي إلى التمرير رقم خمسة أكمل ملأة البطاقات إذن لاحظونا أصدقائي لدينا العدد الأول هو 600,000 ثم لدينا خمس تدريجات 1, 2, 3, 4, 5 ولدينا 650,000 إذن من 600,000 إلى 650,000 يعني ننتقل هنا بعشرة آلاف إذن 600,000 610,000 620,000 630,000 640,000 650,000 660,000 670,000 680,000 في الواسطة 675,000 ثم 680,000 690,000 700,000 710,000 720,000 730,000 740,000 إذن هذه البطاقة تمثل 740,000 نضيف 10,000 750,000 760,000 770,000 780,000 790,000 إذن هذه البطاقة تمثل 790,000 870,000 870,000 880,000 810,000 820,000 830,000 830,000 835,000 إذن هذه البطاقة تمثل 835,000 ثم مباشرة بعدها 840,000 850,000 860,000 870,000 880,000 ثم 890,000 إذن هذه البطاقة تمثل 890,000 نضيف 10,000 تصبح 900,000 990,000 نمر أصدقائي إلى التمرين الرقم 6 التمرين يقول أكمل ملء الجدول إذن هنا لدينا العدد ثم العدد السابق مباشرة العدد الموالي مباشرة إذن أولا نقرأ العدد العدد هو 309,990 لكي نجد العدد السابق مباشرة يجب أن ننقص واحد من الوحدات إذن لاحظون أصدقائي رقم الوحدات وصفر إذن سننقص واحد لا يمكن إذن نستلف عشرة ونرد واحد إذن عشرة ناقص واحدية تسعة ثم تسعة ناقص الاحتفاظية تمانية ونحتفظ بباقي الأرقام إذن يصبح العدد و ثلاثمائة وتسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتمانون إذن بالنسبة للعدد الموالي مباشرة نضيف واحد إلى رقم الوحدات إذن سيصبح العدد و ثلاثمائة وتسعة آلاف وتسعمائة وتسعمائة وواحد وتسعون بالنسبة للعدد الثاني لدينا مئتان وتسعة آلاف وتسعمائة وتسعون إذن ننقص واحد إذن تسعون ننقص من واحد تبقى تسعة وتمانون ثم نحتفظ بباقي الأرقام تسعة تسعة صفر اثنان إذن العدد السابق مباشرة هو مئتان وتسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتمانون بالنسبة للعدد الموالي مباشرة نضيف واحد إذن رقم الوحدة نصفر نضيف واحد يصبح واحد ونحتفظ بباقي الأرقام إذن فالعدد الموالي هو مئتان وتسعة آلاف وتسعمائة وواحد وتسعون بالنسبة لنا أعطي لنا فقط العدد الموالي مباشرة هو مئة وتسعة آلاف وتسعمائة وتمانية وتسعون قلت لكم لإيجاد العدد الموالي نضيف واحد إذن فالعدد الأصلي ماذا سنفعل سننقص واحد لإيجاد العدد إذن تمانية سننقص من واحد تبقى سبعة ونحتفظ بباقي الأرقام تسعة 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 صفر واحد إذن العدد هو مئة وتسعة آلاف وتسعمائة وتسعون أضفنا إليه واحد أصبح مئة وتسعة آلاف وتسعمائة وتمانية وتسعون إذن نفس العدد سننقص منه واحد إذن هنا ما كان سبعة سننقص واحد تبقى ستة ستة نحتفظ بباقي الأرقام إذن والعدد السابق هو مئة وتسعة آلاف وتسعمائة وستة وتسعون بالنسبة هنا لدينا العدد السابق مئتان ألف وواحد إذن قلنا بنها النسبة للعدد السابق ننقص واحد إذن هنا نقص نقص واحد فأصبح العدد مئة ألف وواحد إذن لإيجاد العدد سنضيف واحد سيصبح العدد ومئة ألف واثنان إذن لإيجاد العدد الموالي سنضيف واحد إذن هنا اثنان سنضيف إليها واحد تصبح ثلاثة والعدد ومئة ألف وثلاثة إذن نمر أصدقائي إلى التمرين رقم سبعة أكمل منع الجدول إذن لدينا العدد خمسة آلاف وتلات مئة وواحد وسبعون سنجد له رقم الآلاف إذن لاحظوا واحد يمثل رقم الوحدات رقم العشرات رقم المئات رقم الآلاف إذن رقم الآلاف هو خمسة من نسبة لعادة الآلاف إذن قلنا دائما كما قلت لكم سابقا نذهب مباشرة إلى الآلاف ونأخذ جميع أرقام التي تأتي بعدها في الاتجاه اليسار لاحظوا هنا خمسة لا يأتي بعد أي رقم إذن سنحتفظ بخمسة إذن الآن رقم المئات إذن وحدات عشرات مئات إذن روى ثلاثة بالنسبة لعدد المئات إذن نذهب مباشرة إلى المئات نأخذ جميع أرقام التي تأتي بعدها ثلاثة خمسة يعني العدد هو ثلاثة وخمسون بالنسبة للعدد الثاني 21907 إذن رقم الآلاف إذن وحدات عشرات مئات آلاف إذن وواحد بالنسبة لعدد الآلاف إذن مباشرة نأخذ واحد والذي يأتي بعدها 21 بالنسبة لرقم المئات إذن وحدات عشرات مئات وتسعة بالنسبة لعدد المئات من تسعة ونأخذ جميع الأرقام في تجاه اليسار تسعة واحد اثنان إذن مئتان وتسعة عشر نمر أصدقائي إلى الرقم العدد الثالث مئة وواحد وخمسون ألف وسبعم مئة وثلاث وستون إذن رقم الآلاف إذن وحدات عشرات مئات وحدات آلاف إذن واحد بالنسبة العدد إذن قلنا نبدأ من الآلاف مدام عدد الآلاف سنبدأ من الآلاف إذن واحد ونأخذ جميع أرقام افتجاه اليسار واحد خمسة واحد إذن العدد ومئة وواحد وخمسون رقم المئات هنا وحدات عشرات مئات سبعة عدد المئات نبدأ من الرقم السبعة ونأخذ جميع الأرقام التي تأتي بعدها افتجاه اليسار واحد خمسة واحد إذن العدد هو ألف وخمسم وسبعة عشر بالنسبة لآخر عدد مئتان وسبعة وسبعون ألف وخمس وتمانون إذن الرقم الآلاف أصدقائي هو السبعة عدد الآلاف نبدأ من العدد أو من الرقم السبعة ونأخذ جميع أرقام افتجاه اليسار سبعة سبعة اثنان إذن مئتان وسبعة وسبعون بالنسبة الرقم المئات إذن وحدات عشرات مئات سفر عدد المئات نبدأ من سفر فتجاه اليسار إذن سفر سبعة سبعة اثنان والعدد ومئتاني أو ألفاني وسبعون مئة وسبعون Je passe à l'exercice 8 Je colorer le plus grand des deux nombres Alors ici on a le premier nombres 19837 Le deuxième nombres on a 100101 Alors pour savoir le plus grand nombres premièrement je dois compter le nombre de chiffres de chacun Alors ici on a 1 2 3 4 5 chiffres et pour le deuxième nombres on a 1 2 3 4 5 6 chiffres Le plus grand nombres c'est 100101 Alors je passe à l'exercice numéro 9 Je colorie le plus petit des deux nombres Alors pour le premier nombres on a 101 1000 et le deuxième nombres on a 498 721 Alors premièrement je dois compter le nombre de chiffres de chacun Alors pour le premier nombre on a 1 2 3 4 5 6 chiffres Le deuxième nombre on a aussi 6 chiffres Alors ici on a le même nombre de chiffres alors je dois comparer leurs chiffres à partir de la gauche Alors ici on a 5 ici on a 4 alors 4 est plus petit que 5 alors le plus petit nombre c'est 498 721 نمر أصدقائي إلى التمرين رقم عشرة التمرين يقول أضع الرمزة المناسبة أكبر أصغر أو أكبر أو تساوي إذن بالنسبة للعدد الأول هو 39867 لعدد الثاني 2340 إذن لمقارنة عددين نحسب عدد أرقام كلا منهما إذن بالنسبة للعدد لدينا خمسة أرقام والعدد الثاني يتكون من ستة أرقام إذن خمسة أرقام أصغر من ستة أرقام إذن بالنسبة للعدد الثاني لدينا 200003 والعدد الثاني 187654 إذن نحسب أولا عدد الأرقام إذن العدد يتكون من ستة أرقام وهذا العدد أيضا يتكون من ستة أرقام إذن سنقارن رقما برقم بدءا من اليسار إذن هنا لدينا اثنان وهنا لدينا واحد إذن اثنان أكبر من واحد بالنسبة للمقارنة هنا لدينا العدد الأول 341156 لعدد الثاني لدينا 340987 إذن كما قلت لكم نحسب أولا عدد الأرقام إذن هنا لدينا ستة أرقام وهنا ستة أرقام إذن بما أن لدينا نفس عدد الأرقام رقما برقم بدءا من اليسار إذن هنا لدينا ثلاثة وهنا لدينا ثلاثة متساويان أربعة أيضا متساويان واحد وهنا صفر واحد أكبر من صفر بالنسبة للمقارنة لدينا العدد الأول 67080 والعدد الثاني مكتوب كتابة جمعية 600000 زائد 70000 زائد 80 إذن بالنسبة للعدد الأول ستة تمثل مئات الآلاف وهنا أيضا ستة تمثل مئات الآلاف لأن لدينا 600000 إذن نقارن عشرة الآلاف إذن هنا لدينا 7 تمثل عشرة الآلاف وهنا أيضا لدينا 70 ألفا أي أن لدينا 7 تمثل عشرات الآلاف 8 هنا تمثل العشرة وأيضا هنا لدينا 80 أي أن 8 تمثل العشرة وبالتالي فالعددان متساوية نضع الرمز تساوي هنا لدينا 795 ألفا وتمانية وهنا لدينا 700 ألف زائد 90 ألفاً زائد 9 آلاف إذن بالنسبة لمئات آلاف هنا لدينا 7 وأيضاً هنا 7 سبعمائة ألف أي 7 تمثل مئات الآلاف بالنسبة لعشرة الآلاف لدينا هنا 9 وأيضاً هنا لدينا 90 ألفاً أي 19 الآلاف متساوياً هنا لدينا 5 تمثل آلاف وهنا لدينا 9 تسعة آلاف يعني رقم آلاف وتسعة إذن 5 فهي أصغر من 9 إذن الرمز هو أصغر بالنسبة للمقارنة الأخيرة لدينا 54 ألفاً وستمائة وخمسون وهنا لدينا ألف أو 100 ألف زائد واحد إذن 100 ألف زائد واحد تعطينا 100 ألف وواحد إذن لاحظوا هنا أصدقائي فالعدد مكون من خمسة أرقام وهذا العدد مكون من ستة أرقام إذن خمسة أرقام أصغر من ستة أرقام وبهذا أصدقائي نكون قد أنهينا حصة اليوم إلى اللقاء على أمل اللقاء بكم مجدداً في حصة قادمة إن شاء الله